بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أعزائي الطلاب في استكمال درس اختبار مربع قاية لجودة التوفيق الذي بدأناه المرة السابقة سنأخذ اليوم مثال لإضاحة هذا الاختبار يقوم مسؤول في أحد المصانع لإنتاج المعاطف عالية الجودة بإرسال المعاطف المنتجة إلى واحد من مراكز الفحص لمراقبة جودة المنتج الجدول التالي يوضح التوزيع التكراري لعدد المعاطف المرفوضة لعينة عشوائية حجمها إن بتساوي 100 هل يمكن القول بأن عدد المعاطف المرفوضة واحد لكل المراكز إذا كانت كل المراكز التي يتم إرسال المعاطف إليها بترفض نفس العدد يسمى هذا التوزيع في هذه المرة التوزيع المنتظم لتساوي القيم بين كل المراكز أي أن المركز الأول يرفض 10 المركز الثاني يرفض 10 المركز الثالث يرفض 10 معاطف وكذا حتى المركز العاشر عدد المشاهدات زي ما شفنا 100 لو بصنا على الجدول المعطى هنجد إنه عدد المراكز الموجودة عندي هي 10 وبالتالي إذا كان عدد المعاطف المرفوضة واحد في كل المراكز إذا نقسم 100 على العشرة اللي هي عدد المراكز يعطيني التكرار المتوقع أي عدد المعاطف المرفوضة من كل مركز من المراكز العشرة فلو قلنا التكرار المتوقع اي هنا حيساوي 100 اللي هو حجم العينة أو عدد المعاطف المرفوضة مقسوما على 10 مراكز إذن كل مركز يرفض 10 معاطف العمود الخاص بالتكرار المتوقع اللي إحنا بننزه بالرمز اي نضع 10 10 10 وهكذا حتى المركز الأخير كل القيم مكررة بعشر معاطف مرفوضة التكرار المشاهد كان على خلاف التوقع المركز الأول رفض 15 معطف المركز الثاني رفض 3 معاطف الثالث 7 وهكذا المركز أو مركز الفحص الأخير رفض 17 معطف بلاحظ حاجة مهمة على عمودي التكرار المشاهد أو الObserved Frequency إنه مجموعه بيساوي 100 اللي هو عدد المعاطف المرفوضة وكذلك عمود التكرار المتوقع أو الExpected Frequency مجموعه أيضا يساوي 100 لاختبار هل يطرع هذا التوزيع أو المجتمع المسحوب منه العينة المكونة من 100 معطف يتبع التوزيع المنتظم أو لا نطبق هنا اختبار مربع كاي لتطبيق هذا الاختبار بنكون ثلاثة أعمدة جديدة بيكون في الأول أو العمود الرابع في الجدول O نائس E فبيخد المشاهد نائس المتوقع 15 نائس 10 يساوي 5 3 نائس 10 يساوي سالب 7 7 نائس 10 يساوي سالب 3 وهكذا لبقية المراكز العشرة ثم نقوم بتربيع هذا العمود في عمود جديد عبارة عن O نائس E تربيع 5 تربيع بـ 25 سالب 7 تربيع بـ 49 سالب 3 تربيع بـ 9 ثم نقوم بأخذ هذه القيمة وقسمتها على التكرار المتوقع 25 على 10 بـ 2.5 49 على 10 بـ 4.9 9 على 10 بـ 0.9 وهكذا حتى نستكمل بيانات المراكز العشرة المجموع في النهاية هو اللي بيهمني لأنه ده يمثل قيمة كاي تربيع بتساوي مجموع كسر البسط فيه عبارة عن O نائس E تربيع المقام عبارة عن E تعال نشوف مع بعض كده حل المثال بحساب التكرارات المتوقعة لكل خلية وذلك بقسمة حجم العينة اللي كان 100 على عدد المراكز اللي كان عندي فيه الجدوى العشرة واستكمال الجدوى السابق بنكون العمدة العمود من الثالث الخاص بالتكرار المتوقع 10-10-10-10 ال-O نائس E أو الوبزيرفد نائس الإكسبيكتد 15-10-3-10-7-10 وهكذا لحد المركز الأخير 17-10 بساوي 7 ثم نقوم بتربيع القيم 25 سالب 7 تربيع 49 سالب 3 بتسعة وهكذا حتى الأخير 7 تربيع بتسعة وأربعين نقوم بقسمة العمود الخامس على العمود الثالث ال-O نائس E تربيع على ال-E هيديني 25 على عشرة باتنين ونص 49 على عشرة باربعة وتسعة من عشرة 9 على عشرة تسعة من عشرة وهكذا حتى المركز أو مركز الفحص الأخير 49 على عشرة أربعة وتسعة من عشرة إذن قيمة كاي تربيع المحسوبة بتساوي 17.6 من عشرة زي ما قلنا بنصيغ الفروض الإحصائية لاستكمال اختبار مربع كاي الفرض الأول هو فرض العدم H0 مراكز الفحص ترفض نفس العدد من المعاطف أي أن العينة مسحوبة من مجتمع يدبع التوزيع المنتظم في مقابل الفرض البديل H1 مراكز الفحص لا ترفض نفس العدد وبالتالي العينة ليست مسحوبة من مجتمع يدبع التوزيع المنتظم تكوين جدول التوافق السابق ثم حساب إحصائية الاختبار أو إحصائي الاختبار اللي هي كاي تربيع ظهرت عندي في المجموع بـ 17.6 من عشرة ثم نستخرج في الخطوة الثالثة قيمة مربع كاي الجدولية من الجدول بدرجات حرية كنائس واحد التي تمثل الفئات وأنا تم تقسيم المائة مفردة على عشر مراكز إذن الفئات أو المراكز عشرة نائس واحد وألفة اللي يستخدم مستوى معنوية خمسة من مية عشرة نائس واحد بتساوي تسعة وخمسة من مية أذهب إلى جدول مربع كاي بالبحث أسفل الخمسة من مية أمام درجات حرية تسعة حجد القيمة ستاشر فاصل تسعة واحد تسعة طالما أن قيمة كاي سكوير المحسوبة 17.6 من عشرة تقع في منطقة الرفضة أي أكبر من القيمة الجدولية إذن نرفض فرض العدم H0 وبالتالي نقبل الفرض البديل أي أن عدد المعاطف المرفوضة غير متساوية في مراكز الفحص أي أن العينة مسحوبة من مجتمع لا يتبع التوزيع المنتظم لأننا رفضنا فرض العدم بتبعيتها للتوزيع المنتظم الجدول مرفقة في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس نبحث عن القيمة درجات حرية تسعة أسفل خمسة من مية هنجد أن هي 16.9 ويحد تسعة كما أوضحنا سابقا في القيمة الجدولية ترجمة نانسي قنقر